106 ألاف شخص تم إخضاعهم إلى التلقيح الإجباري ضد الحصبة بولاية الوادي لوحدها إجراء ساهم في تراجع عدد الإصابات بهذا المرض الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة 993 حالة أخرى بحسب ما أكدته مصادر من وزارة الصحة لجنة التحقيق التي أوفدتها الوزارة إلى ثلاث مناطق من الوطن وهي الوادي وورغلا وإليزي بعد أن سجلت بها ارتفاعا لحالات الإصابة بالمرض على خلاف باقي ولايات الوطن ما تزال تجري تحرياتها الميدانية التي أرجعتها مصادرنا إلى أسباب محلية وليست لها علاقة بنوعية اللقاح المستعملي في حملة التلقيح الوطنية ضد البحمرون وترجح ذات المصادر أن تكون ظروف تخزين اللقاحات محليا قد أدت إلى إطلافه أما السبب الثاني المحتمل فهو العزوف الجماعي لسكان هذه المناطق لحملة التلقيح وفي انتظار نتائج التحقيقات وتحديد الجهات المسؤولة عن الوضع الكارثي فإن الأوضاع بولايتي وورغلا وإليزي متحكم بها والوضع حسب الوزارة الوصية بدأ يأخذ منح تنازليا اشتركوا في القناة